أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول عندي مشكلة وهي أني عندما أقرأ القرآن لا أخشع ولا أفهم شيئا وكأني لا أقرأ كلاما عربيا بل وفي بعض الأحيان أفكر بشيء وأنا أقرأ القرآن للأسف الشديد فما هو السبب في هذا علما بأنني كنت ساجقا أتمتع وأرساف عند قراءة القرآن قد ما عندك مخالفات سيئات أو تعلق بالدنيا فهي كأنك تحاتب نفسك عن هذه الأمور والخشوع هذا من الله سبحانه وتعالى لكن تعمل الأسباب تعمل الأسباب الجالبة للخشوع والأسباب الجالبة للخشوع أنك تستعيذ بالله أن الشيطان الرجيل في بداية القراءة وأنت تقرأ بقلب حاضر وأنت تتبر تتبر الآيات التي تقرأها تفكر فيها ومعانيها وأن تقرأ في وقت معتدل ما فيه مزعجات ومشوشات فهي أهل الأسباب نعم ترجمة نانسي قنقر